اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يستخدم طبيب الأسنان لفحص الأسنان دي كلها مراية مقعرة طيب الأمثلة مثلا لو جينا قلنا مرأة محدبة قل أكبر مثال قلنا تستخدم على جانبي السيارة وفي المحلات التجارية ومواقف السيارات تجمع الأشعة المنعاكسة في البؤرة وتسمى المرأة المجمعة دي قلنا المرأة المقعرة قلنا المرأة المقعرة تجمع الأشعة المنعاكسة في البؤرة وتسمى المرآه المجمعة طيب لكن المرآه المحدبة قلنا تفرق الأشعة المنعكسة وتسمى المرآه المفرقة طيب البؤرة نوع البؤرة لو فاكرين لما نحن قلنا نوع البؤرة في المرآه المقعرة قلنا حقيقي لأنها تنتج من طلاق الأشعة المنعكسة وتستقبل على حائل لكن البؤرة في المرآه المحدبة تقديرية لأنها تنتج من طلاق امتداد الأشعة المنعكسة ولا يمكن استقبالها على هائل. اما في درسنا اليوم ده مرجع بسيط عشان نبقى احنا بس اه عارفين وتذكرنا اللي هو انواع المرايا الكروية واحنا دلوقتي نبدأ ناخد اجزاء المرايا الكروية. بس قبل ما ناخد اجزاء المرايا الكروية شباب ناخد فيديو بسيط بس عن تجميع وتفريق الاشعة سواء في المرآة المقعرة والمرآة المحددة. بتاع ناخد كده. ده مثال على المرآة ايه المقعرة. قلنا تجمع مين? الاشعة. تجمع الاشعة زي احنا ما شايفين اهو. عبارة عن سطح العاكس داخلي وتجمع الاشعة ايه المنعكس. ده بتاع ناخد المرآة المحددة كده. برضو ده يا شباب برضو تعان نشوف برضو النشاط ده. ده برضو مرآة مقعرة. هنا جمعت لي الاشعة. جمعت ايه? الاشعة في نقطة تسمى البورة. لكن هذي تعان نشوف باري المرآة المحددة. أيوة. شوف المرآة الاشعة فرقت ايه? الاشعة. فرقت الاشعة. ايه بتاعنا ناخد اجزاء المرآة ايه? الكروية. اجزاء المرآة الكروية شباب اول حاجة ده عبارة عن مرآة محددة او مقعرة. هذه نقطة تسمى الف. اول حاجة حاجة اسمها مركز التكور. مركز التكور ده هو عبارة عن سنتر دائرة لأن أصلا المرآة المحدبة تعبطبر دائرة ومركز التكاور هو السنتر أو المركز الخاص بالمرآة يبقى هو مركز الكرة التي تعبر عن المرآة جزءا من سطحها هي اللي عبارة عن المرآة هي المحددة طيب بعدين عندي قط بالمرآة قط المرآة هو نقطة تقع في منتصف السطح العاكس للمرآة الكروي طيب ثم بعد ذلك البؤرة نقطة تقع في نصف المسافة بين مركز التكاور وقط بالمرآة وقط بالمرآة نقطة طلاق الأشعة المنعكسة في المرآة المقعرة حقيقية تستقبل على حائل لكن نقطة طلاق الأشعة المنعكسة في المرآة المحدبة بتقديرية لا تستقبل على حائل يبقى ثاني نقطة طلاق الأشعة المنعكسة في المرآة المقعرة حقيقية تستقبل على حائل يعني أنا ممكن استقبلها على حائل لكن نقطة طلاقي امتداد الأشعة المنعكسة في المرآة المحدبة تقديرية أي لا يمكن استقبالها على حائل طيب هنا يسمى ده المحور الأساسي المحور الأساسي قال لي هو خط مستقيم يمر بقطب المرآة ومركز تكورها يبقى ثاني المحور الأساسي أو الأصلي هو الخط المستقيم الذي يمر بقطب المرآة ومركز تكورها ثم بعد ذلك نجد هناك الف سمول وده بسميه البعد البؤري وهو المسافة بين البؤرة وقطب المرآة أو هو المسافة بين قطب المرآة والبؤرة يعني بعدين عندي حاج يسمى نصف قطر التكور نصف قطر قال لي هو المسافة بين قطب المرآة ومركز تكورها هو المسافة بين مركز التكور وقطب المرأة بيب يا شباب في حاجة ممكن تيجي عبارة عن أسئلة نصف قطر التكور يساوي ضعف البعد البؤري نصف قطر التكور يساوي كام ضعف البعد البؤري وتيجي عليها مسائل وناخدها بالتدريب في قانون ممكن نقول اتنين اف بيساوي ايه ار اتنين اف بيساوي ايه ار لو جاتني مسائل ممكن نديني ار ويقول لي كم الاف يعني ممكن يقول لي مثلا نصف قطر قطر التكور ما هو البعد البؤري يبقى يقول له كام اكسم الار على اتنين يعطيني اف ممكن هو اعطاني اف مثلا بخمسة ويقول لي ما هو نصف قطر التكور للمرأة اقول له اضرب الاف اللي هي خمسة ضرب اتنين يعطيني عشرة ويقول له ده نصف قطر التكور سواء جبدي او جبدي في المسائل طيب يبقى احنا خدنا مركز التكور والبؤرة وقض بالمرأة والمحور الاساسي ده اجزاء وده البعد البؤري اللي هو اف سمول والار هي نصف قطر التكور ما مصاري الاشعة المنعكسة عن المرأة المقعرة والمرأة المحدبة بيقول لي اكمل مصاري الاشعة الشعاع الضوئي في المرأة المحدبة والمرأة المقعرة وكتب الحقيقة العلمية التي توصلت عليه طيب تعال نرسم هنا امتداد الاشعة شاب المصدرة ايوه يبقى اول شي هنا عبارة عن شعاع ساقط موازية للمحور الاصلي يبقى ينعكس مارا بالبؤرة اول شي اذا كان الشعاع ضوئي موازية للمحور الاصلي او الاساسي فانه ينعكس مارا بالبؤرة لكن في المرأة ده مرأة ايه مقعرة لكن المرأة المحدبة طبعا ينعكس بعيدا ولكن امتداداته امتدادات الشعاع ينعكس مارا بالبؤرة يبقى اقول له ينعكس مارا بالبؤرة في المرأة المقعرة وينعكس بحيث امتداداته فمر بالبؤرة في المرأة المحدبة يبقى لو قل اكمل المصار الشعاع الضوئي في المرآة المحدبة والمرآة المقعرة واكتب الحقيقة العلمية التي توصلت إليها يبقى عندي إذا كان الشعاع الضوئي موازيا للمحور الأساسي فإنه ينعكس مارا بالبؤرة في المرآة المقعرة يبقى إذا سقط شعاع موازيا للمحور الأساسي أو الأصلي فإنه ينعكس مارا بالبؤرة في المرآة المقعرة ولكن إذا سقط شعاع موازيا للمحور الأصلي في المرآة المحدبة ينعكث بعيدا ولكن امتداداته تمر بالبؤرة في المرأة هي المحدد في المرأة المحدد قال إذا سقط شعاع ضوئي مارا هو وامتداده بالبؤرة هو وامتداده هيه بالبؤرة يبقى ينعكس ما ينعكس موازيا للمحور الأصلي في المرأة المقعرة يبقى تاني إذا سقط شعاع ضوئي مارا هو أو امتداده بالبؤرة في المرأة المقعرة يبقى ينعكس موازياً للمحور الأساسي ينعكس موازياً للمحور الأساسي أما في المرآة المحدبة يبقى طبعاً إذا سقط شعاع ماراً امتداده ماراً بالبؤرة هو أو امتداده ماراً بالبؤرة يبقى ينعكس موازياً للمحور الأساسي في المرآة المحدبة يبقى ينعكس موازياً للمحور الأصلي سواء في المرآة المحدبة أو المرآة المقاعر إذا سقط شعاع ضوئي مارا هو أو امتداده بمركز التكور يبقى ينعكس عليه ينعكس على نفسه ليه ينعكس على نفسه لأن لأنه ساقط عمودي وتكون زاوية السقوط تسوي زاوية الانعكاس تسوي صفر وهو من قوانين الانعكاس والقوانين الأول اللي خدناه من زاوية السقوط تسوي زاوية الانعكاس وإنه هنا حدث أنه سقط عموديا تكون زاوية السقوط تسوي زاوية الانعكاس تسوي صفر ملاحظة يا شباب وأحب أذكرك أن قوانين للانعكاس تنطبق على جميع أنواع المرآة سواء كانت مستوية أو قروية هي المقعرة أو المحدب قوانين للانعكاس تنطبق على جميع المرآة سواء كانت مستوية أو قروية هي المرآة المقعرة أو المرآة المحدب عند رسم الصورة نكتفي بشعاعين فقط من رأس الجسد يبقى لما أرسم صورة متكونة عندي حشتين أو عندي شيء يلسي من أفعله أول شيء أرسم من رأس الجسم شعاع موازية للمحور الأصلي والثاني مارا بالبؤرة أو بمركز التكور يبقى عند رسم الصورة نكتفي بشعاعين فقط من رأس الجسم أحداهما موازية للمحور الأصلي والثاني مارا بالبؤرة أو بمركز التكور ده الجسم يا شباب يبقى أول حاجة عند رسم الصورة أول حاجة نرسم عبارة عن شعاع موازية للمحور الأصلي ثم شعاع مارا بالبؤرة طبعا الأول ينعكس مارا بالبؤرة والثاني ينعكس موازية للمحور الأساسي أو الأصلي طب الصورة هنا دي هنا الصورة البحديدة هنا يا شباب هو نقطة طلاق الأشعة أنا رسمت أول شيء شعاعين شعاع الأول من الجسم موازية للمحور الأساسي ينعكس مارا بالبؤرة الثاني شعاع مارا بالبؤرة ينعكس موازية للمحور الأساسي أو الأصلي طيب نقطة طلاق الأشعة هنا تكون الصورة نقطة طلاق الأشعة هنا تكون الصورة طيب صفات الصورة هنا يا شباب ممكن أقول له حقيقية لأنها موجودة مقلوبة أيوة مقلوب لأن الجسم هنا مؤتدون هنا مقلوبة مصغرة لأنها لا تساوي حاج الجسم يبقى تاني عند رسم الصورة نكتفي بشعاعين أول شعاع عبارة عن شعاع مواذية للمحور الأصلي ينعكس مارا بالبؤرة الشعاع الثاني عبارة عن شعاع مارا بالبؤرة وينعكس مواذية للمحور الأصلي دول أهم شيئين لازم تحفظهم أو لازم تبقى فهمهم أني دائما عند رسم أي صورة عدسات مراية عند شيئين لازم أول ما يجيقول لي صفات الصورة المتكونة مثلا في المقاعد عند مركز التكور ونأخدها بالتفصيل لكن أو قبل مرسم لازم نرسم شيئين شيئ الأول أو الشعاع الأول يسقط أو عبارة عن شعاع ساقط مواذية للمحور الأصلي ينعكس مارا بالبؤرة الشعاع الثاني شعاع ساقط أو مارا بالبؤرة ينعكس موازية للمحور الأساسي نقطة طلاق الأشعة هنا تكون الصورة بتاعي أبدأ أحدد أشوف الصورة مقلوبة ولا معتدلة أشوفها حقيقية ولا تقديرية مصغرة مكبرة مساوية على حسب الموجود قدامي دلوقت أنا أبسط مثلا في المثال القدامي أقول أولا حقيقية موجودة مقلوبة عكس الجسم تمام مصغرة لأنها لا تساويه الجسم يبقى صفات الصورة القدامي حقيقية مقلوبة مصغرة نسل ما أخذناه طيب يبقى ناخد مراجعة بسيطة كده نقول عندي مرأة مقعرة ومرأة محددة إحنا قلنا ده مركز التكور لأن دائما مركز التكور ده عبارة عن سنتر الدائرة اللي هي عبارة عن المرأة جزءا منها جزءا إيه منها ده عبارة في المرأة المقعرة نقلنا سطح الداخلي سطح عاكس والمرأة المحددة سطح الخارجي هو سطح العاكس ممكن أقول لك عبارة عن المعلقة الطعام ممكن أقول لك سطح عاكس ده مرأة المقعرة وسطح عاكس مرأة محددة ده أشهر مثال أو أشهر جمسال ممكن أقول لك ده عبارة عن شيء أسهل شيء يبقى لو جينا معلقة الطعام اللي عبارة من من الثلسين أو أي نوع معدن أو النحاس أو إلى ذلك نجد أن سطحها الداخلي ده يعتبر مرأة مقعرة أما سطحها الخارجي يعتبر مرآة محددة سطحها العاكس هو سطح الداخلي تستخدم كل نفس الانات الحلاقة التجميل وفي المجهر البسيط طبيب الأسنان دي كلها أمثل المرآة المقعرة طيب تجمع الأشعة المعاكس زي ما شفناها في البقرة وتسمى المرآة المجمعة لكن في سطحها الخارجي هو سطح العاكس على سطحها الخارجي تستخدم جانب السيارة في المحلات التجارية وفي المواقف السيارات تفرق الأشعة المنعكسة وتسمى المرآة تهينا منذ الثلاثة اليوم منذ الثلاثة اليوم والمرآة المحدبة يا رب كون استفدتوا والحمد لله رب العالمين شكرا